اشتركوا في القناة اصحاب وقرش ملح انا مش عارفه ايه اللي هو فكرة السق فكرة انك تروح فيه فرص فيه فرص في كل حاجة فيه فرص في التعدين فيه فرص في الزراع فيه فرص في التصنيع فيه فرص في التحاول الرقمي يعني فيه فرص في الصحة في كل الاتجاهات انما عايزة يعني يمكن ضمانات اتحاد افريقي يمكن ضمانات اكبر من من الدولة بتؤمن مجموعة قوانين للتعاون جايز الكوميسة والمجموعات الاقتصادية المختلفة تسهل الأمور عشان ما فيش عواجز جمركية وكده إنما السادة الصفر الموجودين كويسين الناس اللي هناك الكلام كويس التنفيذ على الأرض ليس بالحلم عدد الشر كينات الكبيرة فيه كينات مصرية كبيرة فتستحمل القدرة إنها تضخ مبالغ ضخمة وإمكانيات ضخمة أو فيه مشاريع زي السادة بتاع تنزانيا مشاريع جاية فالحقيقة هو طبعا فيه مشكلة فجوة تمولية في أفريقيا فأنت بتحاول توجد حل الفجوة تمولية كبروجيكت بروفايدر وتجد حل لرؤية الدولة نفسها هي عايزة تعمل إيه وأسبقياتها إيه وكيف تؤمن الناس هذا الحوار هذا الديالوج بياخد وقت شوية لأنك بتكسر البورقراطية مش هنا بس يعني في كل الأماكن فأنت بتكسر حواجز بتبقى اللي داخل بيقدم رجله بيأخر رجل إنما أنا شايف إن لما هيتعمل حاجة فيها مصداقية وخصوصا لو كانت مصر هب لها يعني حاجة كبيرة شركة حقيقية كبيرة هب بروافد في التجاهات صحة وتعليمه وإنفرستركشور وطاقة جديدة ومتجددة ومعرفش إيه يعني النموذج بتاعة طاقة جديدة ومتجددة بدل ما أنت هتشد كوبل زي ما بحكي هتروح تعمل في البير مية وتحط عليه مجموعة خلاياة شمسية حقيقة احنا عملنا ده في 2012 في الوادي الجديد يعني كان أول بير مية يطلع بال عملنا قرية كلها بالطاقة الشمسية لما المسافات تبقى 44 زي ما حضرتك أشارت 440 ألف كم مربع إنك تمد كبل على عمود تكلفة كبيرة جدا بينما لما هتعمل محطة طاقة شمسية القارية ولا سامة قرى مش كتير 2000-3000 واحد يعني سامهم على خمسة هتلاقي عدد البيوت قليل مش كتير ولمبة لد فالفكرة أنت بتحاول تنقل حتى نفس طريقة التفكير دي لبر فكرة إنك توجد زراعات خد بالك إن إحنا كان لنا عبر الزمان التكامل مع السودان ومشابه السودان فيها أراضي ضخمة وجنود السودان نفس الكلام إزاي تزرع ده للمنتجات حتى بدل ما تزرع برسيم تزرع حاجة تانية بقيمة بروتينية يعني فكرة الحلول موجودة والصروات موجودة وأفريقيا تنتصر مش هنقل بقى كمان مصر تنتصر آه تنتصر الطبيعي إنها تنتصر من خلال آلية معينة هي القصة ببساطة وحد ياخد الأرض ويمشي أنت أديته عليها مشروع مرتبط بزمن بضماناته أعتقد أننا إلى حد ما في نجاح في 4-5 دول بنتحرك جواهم بشكل محترم وأتمنى أنه يكمل بالنسبة لي استكمال لحلم زي ما هو وطن فأنا أفريقي أكيد بالجينات بنكملها وطبعا فيها اقتصاد وأرباح ما فيش حد بيشتغل وين وين سيتوائشن إنما بتستمتع بأنك بيونير في حاجة زي كتير